لأن الكثير قالوا أن الشيخ الصادق يدعو إلى الحرب ويدعو إلى كده هذا غير صحيح بالعكس الدولة عندما يحدث اعتداء على سيادتها زي ما حدث في الحادثة هادي والليانيم نحكي لكم تاع جدران معلومات لأول مرة تخرج على الإعلام لأول مرة ولذا طلبت منكم تشير الحلقة لما خرج جدران وأعلن قفل النفط وكذبة العددات التي خرجت علينا السيدة هاجر القايد وذلك دي ما ننسى في اسمه النائب عن الكفرة والجدران قفل النفط وأعلن حكومة برقة وللأسف الشديد بدد مصطلح يقعد تحت الأرض خير ما يسرقوا الإخوان وتعرفوا دائما الشمع جاهزة الإرهاب الإخوان هم أصلا يعني علشان يهموا المغفلين بجريمتهم التي سيفعلونها كان المؤتمر الوطني وكانت حكومة السيد علي زيدان شوفوا التاريخ الآن علشان يطلعوا يقولكم ما هو الشيخ الصاد ويقعدوا يرددوا لأنه يحاولوا يزوروا التاريخ فكان المؤتمر الوطني يعني معصابة مشدودة وكل الأعضاء وخاصة من برقة أنا أتكلم عن أعضاء برقة تحديدا حتشوفوا الفيديوهات حنعرض عليكم فيديوهات الآن حتشوفوا المعلومات فجيل الأستاذ عابد مذكور وهو عضو المؤتمر الوطني عن جدابية لبريقة تحديدا من سكان لبريقة وهو مغربي وشخصية محترمة عضو مجلس الدولة الآن ويتفرج عليها الآن نمس عليه الأستاذ عابد مذكور وكل المغاربة وكل سكان لبريقة وبشر والعقيلة مغاربة وزواوة كل سكان هذه المناطق جيل الأستاذ نوري بوساهمين لأن قال له قال له خليني طبعا كان الوضع محتقن وكان أعضاء المؤتمر بالكامل وخاصة من برقة والنائب الأول لرئيس المؤتمر كان الدكتور عز الدين العوامي يتفرج عليها الآن وإذا قلت أي كلمة غير حقيقية وغير صحيحة لا تسامحوني لا في دنيا ولا آخرة وهذا ما استأكدت منه بالاسم والمعلومة من الأستاذ نوري بوساهمين إذن جاء الأستاذ عبد مذكور وقال للأستاذ نوري قال يا سيادة الرئيس لو سمحت قبل أن نديره أي إجراء خلينا نستوعبه ونسقه اتصال مع مشايخ المغاربة وتحديدا الشيخ صالح لطيوش والشيخ عبد الحميد الهتش رحمة الله عليه وبالفعل وبالفعل جرى اتصال بين الأستاذ نوري بوساهمين لأن المؤتمر كان يريد استيعاب ما يبيش يعلن يرسل حملة عسكرية ولا يسبب وانتم تعرفوا يعني حساسية الموقف وتعرفوا الليبيين يتعاطفوا مع الباطل أحيانا إذا كان هذا الباطل من قبيلتهم ولا من جهتهم هذه الحقيقة ما عندهمش مانع في الغالب يعني فاتصل الأستاذ نوري بوساهمين بحضور الأستاذ عبد المذكور وبتنسيق منه بعثمان نعم عثمان عبد المذكور وبتنسيق منه مع الشيخ صالح لطيوش وهو حي ويسمعني الآن والشيخ عبد الحميد الهتش رحمة الله عليه وقالوا لهذا لا يرضينا ونحن لا نقر هذا وأرجو منكم أن ترسلوا بعض أعضاء المؤتمر للاتفاق مع جدران لعله عندهم مطالب لعنده طيب ماشي الحال تم اختيار لجنة من ثلاث أشخاص سعد شرادة عضو المؤتمر عن هراوة عابد مذكور عضو المؤتمر لأن هراوة قريبة من الهلال النفطي وسليماني وعضو لجنة الطاقة كان في المؤتمر الوطني والأستاذ عابد مذكور أيضا وهو اللي حكينا لكم عليه من البريقة ومغربي ومعهم رئيس لجنة الديوان المهندس عبد الفتاح اللبيب آركado دس شكرا دس